يعني مشهد جميل جميل قوي قوي هو الشغل كمان مع نور شغل جميل نور كان بيريح اللي قدامه يعني ايه بيريح اللي قدامه يعني بيديه له فرصته ما هو فيه ممثل يبقى عاوز ياخد هو الكاميرا بكل حاجات بكل حاجة هو ما يديش فرصة للي قدامه حتى يكمل احساسه في الجملة مش هو بيبقى فيه جملة قدامه حور فيه تعطيعه فيه مخرجه بس ازاي طيب ممكن الممثل يطمع انه هو يخطف الكادر من زميله ممكن يغير الكيوب يغير المفتاح المفتاح اللي انا هرد عليه خلي اللي قدامه يعطل فيه حاجات كتير قوي فنور كان من الناس المحترمة يعني محترم في عمله ربنا يرحم الله يرحم ويحسن إليه الزكريات بقى في المسلسل الحقيقة الحقيقة المسلسل ودور حضرتك في الحج بدوي ودور حضرتك في لان اعيش في الحاج المتولي حسين الحقيقة انا حاسسه من هما شخصية حضرتك الرجل الطيب صاحب المبادئ والقيم والنصيحة السديدة هاي دي الشخصيات اللي انا بحبها بقى انا حاسن الشخصيات دي بزرط انا بحب هذه الشخصية جدا اه ما بحبش الشخصيات الشريرة الشريرة يعني ممكن عملت مرة واحدة بس مش يعني ما حبتهاش انا مش فاكر حاجة فيها شخصية شريرة او دور شرح لك عملت حاجة يمكن قديمة هارك بتحب النوعية دي اه بحب هذه النوعية دي بحبها لانها قريبة للناس الناس بتحبها طبع مش انا اللي بحبها طبع الناس هي اللي بتحب هذه الشخصية نفسها يبقى فيه وفاء يبقى فيه اخلاص بين الناس وبعضيها يبقى فيه مواد حب ده مفتقدينه فلما بيلاقوا شخصية بهذا التوصيف بيحبوها طبع فأنا شخصيا بحبها طبع طيب اه ليه حركة تتوقع او ليه شايف ان المسلسلة لان اعيش في الدب ابي لغاية النهار رغم انه هو شوف حاجة بقى له كام سنة حتى اليوم اه في التسعينيات بالضبط كده حتى اليوم بيشاهد بقوة الناس تقعد تتفرج ناس تقعد فرحة سنية لسه الناس بتعلق عليه ويوم ما بيتعارض الناس كلها بتقعد تتفرج كأنه اول مرة بتزيع اه ايه سر النجاح سر النجاح انه هو قريب من الناس مش بعيد عن حياتهم هو حياة الناس دي فانت بتجيب حاجة من الواقع بتجيب حاجة من البيت الشخصيات دي كلها موجودة عندنا في البيوت سواء اذا كان لان اعيش في جلب أبي او في الحاجة متولي اه دي شخصيات موجودة صح يعني الحاجة متولي اه هو الراجل ده شخص موجود فعلا في الحياة اسكندرية مضبوط آه كان موجود موجود ونفس القصة بتاعته هو اللي خدها نور ولا عايش في جلباب أبي برضو نهاية نفس القصة آه آه بس هو ما يعني لان عايش في جلباب أبي اتصرف مصطفى محرم الله يرحمه كمؤلف لان هي كانت قصة قصيرة لإحسان عبدالقدوس فاتصرف وعمل فتح الأماشة بتاعتها جدا وعمل شيء عظيم يعني عظم الحقيقة يذكر له طبعا طبعا يعني ومن الحاجات اللي أنا ما انسهاش برضو الموسيقى بتاعت التتر أو الموسيقى كلها موسيقى تصورية كلها اللي أنا عايش في جلباب الله يرحمه آه أنا عايز أفتكر الحقيقة برضو آه حسنة بالصعوب حسنة بالصعوب طبعا نسقار حسنة بالصعوب طبعا طبعا الموسيقى التصورية بتاعت آه عيلة الحاجة ما تولي آه كانت فكرة نور الموسيقى التصورية الموسيقى التصورية كانت فكرة نور قعد مع الموسيقى العظيم اللي عمل برضو التتر وده لتصور الزغاريت والدخلة دي دي كانت فكرة نور اللي كان ناس زفة بتاع التتر دي كانت فكرة نور كان مبدع وكان شامل اوي اوي مبدع جدا وشخصية جميلة ما كانش تكره حد كان هادي ولا كان عصب في الشغل كان لما يشوف حاجة غلط بيتعصب اوي اتعصب اوي عصبي لما يشوف غلط وعاوز كل حاجة تنمشي مظبوطة مش عاوز الغلط ولا حاجة السلق اللي بنقول عليه مفيه ما عندوش الكلام تسلق بتاع لا المشهد الاخير اللي عم اللي هو وانا رايح اخطب لابنت الفرعة ايوه مظبوط ايوه ده كان مشهد برضو قفلة الحلقة كانت بتاعت وحرك ما كنتش عايز تروح ومتحرج اه اه وبعد كده عدبك ازاي يعني ترفض وزاي ايوه او انا عطبت الولد ايوه ايوه اشرت عليه وبتائه مثلا برضو قفلة الحلقة اللي انحقفلها كزا اتفقنا مع بعض يعني حقفلة قفلة معينة مبدع غير اللي موجودة في السكريبت اه اه وفعلا جات قفلة جميلة جدا